دلوقتي انه هذه الدول اللي تقدمت لسميتهم ماليزيا وسنغافورة والهند وبرازيل وكوريا جنوبية كلها يعني قفزات محترمة جدا في الدول ربنا يكرمنا ونلحق بيهم هنالك ذكرت كلمتين مهمين الاول قلت التعليم وبعدين دلوقتي قلت العلم هي المشكلة هنا يا دكتور انه كل حكومة او كل نظام جديد يأتي في مصر يقول الكلام ده يقول احنا عايزين نتقدم بالعلم والبحث العلمي وكمان التعليم وكذا بس ما فيش خطوات حقيقية حصلت يعني ما شفناش مشروع قومي للتعليم للنهضة بالتعليم كل وزير تعليمي ييجي يغير شوية قرارات حكومية عادية مش عارف ايه لغاء سنة ستة رجوع سنة ستة دول الخصية مش عارف ايه لكن فكرة الفيجن الرؤية مش موجودة موافع بكة الف في المية هناك حالة يعني كل وزير وزاد في الفترة اللي فيها تغيرات سياسية دي يعني هناك فيه اخر حاجة الاصلاح اللي كذا هتميله وزارة تربية التعليم ولما الاباء وكذا هاجوا اه هو لعطلعك مظاهرات لا متحن الميت تربية اه قالك خلاص لان هرجع وحاجة من اثنين اما ان التطوير ده كان تربويا سليم وكان ينبغي على وزير التربية والتعليم انه يحظى بموافقة مجلس الوزارة لقرار حكومة صح اما انه ايضا لا 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 مش ايضا لا اقولها يا دكتور مدرسي لا اسمها مدرسي صح مدرسي مدرسي جوانيه المختلفة اما احنا مقترعين ان ده الصح وده الفايدة فمعلش رغم انتم شايفين متضايقين دلوقتي وحنكمل عليه يا اما مدرسي وكان نفس الشيء نفس الشيء قرار الامح والارموت ومنع ومش مه مظبوط الله مظبوط يعني فيه يعني فهلة وكلفة عدم كفاءة صحيح عدم دراسة اذا انا قبلت ان انا مثلا في محاضرة يعني لا 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 يقبل من الحكومة لأعلى مستوى مظبوط اللي هو مسؤول عن ادارة الدولة الادارة اليومية للدولة صحيح الرئيس الدولة يعني التوجهات استراتيجية الى اخره لا بد يعني محتاجة ومحتاج اذا انت وصلت انت حد بزيزة عالي انا اقول لحضرك حاجة فضل احنا عندنا وثيقة مهمة جدا ومتقدمة جدا والتعب فيها جدا اسمها عشرين تلاتين مصر عشرين تلاتين صح والسعودية طلعت عشرين تلاتين والامارات طلعت عشرين تلاتين والمغرب طلعت عشرين تلاتين اشتركوا في القناة